لا معلم إجمالية هذا هو واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة مثل ما يقول كمال الحيدري هذا هو واقع الشيعة وتلك حقيقة إنها المعادلة الثانية معادلة دين رجل الدين صنم بشري زائدا برنامج استحماري زائدا دين محرف هذه هي الحقيقة من الآخر لا أريد أن أطيل عليكم الكلام في هذا الملمح بإمكانكم أن تعودوا إلى برامج كي تطلعوا على الكثير والكثير من التفاصيل إن كنتم راغبين في ذلك الملمح الثالث أريد أن أعنونه لكم ما بين الفردانية والربانية أنتم نشأتم في العالم الغربي والعالم الغربي يبتني فكره على الشخصية الفردانية هذه حكاية طويلة تعود بنا إلى أعماق التأريخ وإلى تخوم الفلسفة البعيدة وأنا لا أريد أن أذهب في هذه الاتجاهات في هذه الاتجاهات المغرقة في عمق تفاصيلها وتعقيداتها سأجمل الكلام لكم الأوروبيون المسيحيون قطان العالم الغربي عاشوا معاناة في القرون الماضية هذه المعاناة تمثلت بخطوط من الضغط العالي كخطوط الكهرباء في ضغطها العالي لقد عانى الأوروبيون المسيحيون من ديكتاتورية الكنيسة هذا لا يعني أننا المسلمون لم نعاني من ديكتاتورية المؤسسة الدينية على الصعيدين على الصعيد السني والشيعي والدكتاتورية الدينية في الأجواء الشيعية أشد بكثير من الدكتاتورية الدينية في الأجواء السنية أتحدث عن المؤسسة الدينية الرسمية الشرعية أتحدث عن المرجعية الدينية إنها ديكتاتورية دينية المسيحيون المسيحيون عاشوا معاناة شديدة بسبب الدكتاتورية الدينية إنها ديكتاتورية الكنيسة البرنامج ليس معدل للحديث عن هذه التفاصيل بإمكانكم أن تبحثوا عن هذه الموضوعات كي تطلعوا على ما فعلته الكنيسة المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية الشرعية ما فعلته بالمسيحيين الدكتاتورية الدينية وعانوا أيضا من الدكتاتورية السياسية من حكامهم الذين كانوا يحكمونهم بالاتفاق مع المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية فملوك أوروبا كانوا يأخذون الشرعية من المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية فهي دكتاتورية سياسية تتفرع عن الدكتاتورية الدينية في ظل أجواء هاتين الدكتاتوريتين هناك الأعراف المجتمعية والبروتوكولات القاسية والقاسية جدا وهذه تنشأ في إطارين في إطار المجتمع بشكل عام والذي يراقب العوائل عائلة 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 وكذلك في الإطار الثاني في إطار الأسرة نفسها فهناك دكتاتورية الآباء في الأسرة وهناك دكتاتورية المجتمع والتي كانت تتخذ دكتاتورية أبوية أيضا والدكتاتورية السياسية والدكتاتورية الدينية لما وصل المجتمع الأوروبي إلى العصر الذي سمي بعصر الأنوار نور العلم إنه العلم الأكاديمي ونور الحرية ونور ونور الديمقراطية وهذا هو عصر الأنوار نور الحرية الذي يقود إلى نور الفكر وأنوار الآداب والفنون إلى غير ذلك لما بلغ المجتمع الأوروبي إلى عصر الأنوار بعد معاناة وكلام كثير وبعد ما جرى من الوقائع والأحداث والتفاصيل بدأ المجتمع الأوروبي يكسر تلك الأغلال فكسر أغلال الدكتاتورية الدينية ورفض الدين بشكل وبآخر وكسر أغلال الدكتاتورية السياسية وذهبت الدكتاتوريات والإمبراطوريات ذهبت مع الريح ونشأ النظام الديمقراطي في أوروبا قطعا بالتدرج وحصلت فيه ما حصلت من الانتكاسات وكسروا أغلال السلطة الأبوية للمجتمع في أعرافه وقوانينه المجتمعية بعد أن تكسرت أغلال سلطة الكنيسة وتكسرت أغلال سلطة الحكام تكسرت أغلال السلطة الأبوية للمجتمع بسن القوانين الجديدة وبوضع الدستير الحاكمة التي لا تسمح للمجتمع أن يتدخل في حياة الأسر وفي حياة الأفراد وهكذا تكسرت أيضا من خلال هذه القوانين الجديدة تكسرت أغلال الأسرة ونشأ الإنسان الأوروبي نشأة جديدة ضمن نظام الفردانية الشخصية مناهج التعليم بنيت وفقا لهذا المذاق قوانين البلاد شرعت وفقا لهذا المذاق أعراف الجامعات والمؤسسات وأعراف الشركات التجارية وأعراف محال بيع الخضار والفواكه أسست وفقا لهذا المذاق مذاق الفردانية الشخصية هذا المذاق قد يكون إيجابيا في بعض الجهات ولكنه يكون سلبيا في جهات أخرى لا يتحسس الإنسان سلبيته إلا بعد أن تنطفئ مباهج الحياة بالنسبة إليه حينما يشيخ وحينما لا يجد له أنيسا إلا كلبا معه في البيت وحينما وحينما يلقى به في دار العجزة بعد أن يأخذ الأبناء والأقرباء أمواله ويأخذون منه كل شيء حينئذ يستشعر الإنسان ألم الفردانية ألم هذا المنهج الحكاية طويلة طويلة الظروف التي مرت بواقع المجتمع الأوروبي هي التي قادته إلى ذلك الأوروبيون معذورون ما فعله بهم رجال الدين هو الذي دفعهم إلى هذا وهذا هو الذي يجري الآن في واقعنا بالضبط هذا النزوع نحو الفردانية ليس في واقع شبابنا في الغرب فقط بل في الشرق بدأ الشباب هكذا يؤسسون حياته حتى في بلداننا وفقا لنظام الفردانية الشخصية في الوقت الذي بدأت الحكومات الغربية تفكر ب إعادة سلطة منظومة الأسرة هذا الحديث ما هو بحديث رجل دين يقول كلاما من دون دليل هذا الكلام طرح في اجتماعات قادة دول الاتحاد الأوروبي متى حينما جاءت تلك الجموع الكثيرة من اللاجئين قبل سنوات خصوصا الجموع التي توجهت إلى ألمانيا وما ثار في وقتها من خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي وما حدث من المشاكل عند حدود بعض دول أوروبا الشرقية خضعت القضية إلى نقاش لقد ناقشوها ناقشوها الذين يقولون بفكرة الاحتلال الديمغرافي وأعتقد أن المثقفين منكم والمتابعين للواقع الأوروبي يعرفون هذا المصطلح فإن اليمينيين في أوروبا والرافضين بشكل عام للاجئين والمهاجرين يقولون من أن المسلمين ومن أن الشرقيين عموما ومن أن الأفارقة بدأوا بعملية احتلال ديمغرافي الدول الأوروبية احتلتهم سابقا عسكريا يحتلوننا الآن ديمغرافيا أعدادهم تتكاثر يوما بعد يوم وهم يتكاثرون هم يتكاثرون لأنهم يعيشون في منظومات أسرية بينما الغربيون تتفكك أسرهم وليس هناك من زواجه وليس هناك من تناسل من أطفال حتى هذه المنظومة منظومة بوي فريند أند جيل فريند بدأت تتفكك ونشأت منظومة جديدة بارتنارز أنتم تعرفون هذا أيها الشباب منظومة الشريك في العلاقات الاجتماعية منظومة منظومة الشريك في العلاقات الاجتماعية وكل هذا يؤدي إلى قلة عدد الأطفال وأحد أسباب قبول اللاجئين في الدول الأوروبية هو هذا سد النقص الديمغرافي القضية ليست إنسانية محضة قد تكون هناك جهات تنظر إلى الجانب الإنساني القضية ديمغرافية ديمغرافية ولكنهم يريدونها أن تكون تحت السيطرة وبحسب طلبهم وبحسب مواصفات معينة لا يريدون أن الأبواب تكون مفتوحة لكل من هب ودب هم يحتاجون للمهاجري ولكن أن يكون ذلك تحت السيطرة وضمن مواصفات لسد الخلل الديمغرافي الذين لا يجدون في هذا إشكالا أما الذين يجدون في هذا احتلالا ديمغرافيا فإنهم رجعوا إلى الحالة الاجتماعية السابقة كي يستخرجوا منها حلا ومن هنا طرح هذا الحل أن نعود إلى المنظومة الأسرية وإلى منظومة الزواج والتناسل والتشجيع على إنجاب الأطفال هذا موضوع كبير وأعتقد أن بعضكم على اطلاع فيه وتفاصيله موجودة على الشبكة العنكبوتية كل هذا فرارا من الفردانية الفردانية الشخصية كما قلت لكم لها إيجابياتها ولها سلبياتها وهي قضية لجأ إليها الأوروبيون بسبب ما مضى في تأريخهم فرارا من كل أنواع الدكتاتوريات قطعا أنا لا أمدح هنا واقعنا الشرقي أنا أتحدث عن الواقع الغربي واقعنا الشرقي أسوأ من الواقع الغربي بكثير بكثير لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن واقعنا الشرقي هو أفضل من الواقع الغربي هذه مسخرة لا في الماضي ولا في زماننا الآن قطعا كل مجتمع له خصوصياته وكل واقع اجتماعي له سلبياته وإيجابياته بحسب تأريخه بحسب حضارته بحسب ديانته بحسب ما يرتبط بكل المعطيات التي تشكل واقع حياته في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل فهذه الفردانية التي تجدونها نعمة هي نعمة في بعض الجهات ولكنها ستتحول إلى نقمة في يوم من الأيام ما هو هذا الواقع الذي نتلمسه ونراه من حولنا ونحن نعيش في العالم الغربي الذي له إيجابياته الكثيرة وله سلبياته الكثيرة مثل ما في واقعنا ومجتمعنا هناك إيجابيات وهناك سلبيات قطعاً السلبيات في مجتمعنا هي أكثر بكثير من الإيجابيات فيه نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلو ونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه قصة جميلة من المطبوعات والنشريات التي توزعها بعض المؤسسات الإعلامية التبلغية المسيحية هنا في لندن في بريطانيا هذه ألقيت مع البريد في بيتنا وهي توزع أيضا في محطات الغطارات وفي الأماكن العام قصة جميلة مجزة ومختصرة إنها تمثل جانبا صورة من الحياة الفردانية حكايته مواطن حياته يمكن أن نصفها من أنها نموذجية بيرفاكت كما يقولون بيرفاكت بيرفاكت فهو يذهب إلى عمله ملتزما بالمواعيد والأوقات ويذهب بزيه الرسمي وبأناقة كاملة ويلتزم بقوانين العمل ويعمل بجد تمام الوقت لا يضيع شيئا من الوقت وهو يتابع الصحافة والأخبار والإعلام يوميا وفي السنة مرتين يذهب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات العام ويحاول أن يحفظ النكات الجميلة والجديدة كي يضحك نفسه ويضحك أصدقاءه عليها يأكل الثمار والفواكه الطازجة ويأكل الطعام الصحي ينام في اليوم ثمانية ساعات نوما صحيا لا يدخن ولا يدمن على الكحول يمشي لساعات طويلة في الأجواء التي تكون نقية في هوائها يخرج إلى المزارع والحقول يمارس رياضة كرة القدم أسبوعيا في عطلة نهاية الأسبوع يعتني بنظافة جسمه ونظافة ثيابه يداوم على الاستحمام يمارس التمارين اليومية ويحتفل في المناسبات وقد خطط لحياته أن يعيش لمئة سنة حياته منظمة بشكل كامل وفي كل سنة يحتفل بعيد ميلاده ويدعو أصدقاءه هو يعيش حياة فردانية خطط أن يعيش لمئة من السنين ولكن الأمر ليس بيده وفي يوم خميس من أيام العمل رحل رحل عن هذه الحياة لقد مات وهو في تمام صحته فإن الموت لا يميز بين من حياته بارفاكت في غاية التنظيم وبين ذحك الذي قد أكله مرض السرطان أكلاً الموت لا يميز لقد مات هذا الذي جعل حياته منضبطة تمام الانضباط القصة تقول لقد كان صحيحاً في كل خطواته لكنه أخطأ خطأاً واحداً فقط ولذا عنوان القصة his one mistake ولذا عنوان القصة his one mistake هناك خطأ واحد ما هو هذا الخطأ الواحد one mistake تقول القصة he forgot got لقد نسي الله خطأه هو هذا لقد نسى الله خطأه هو هذا وحينما نسى الله نسى الموت قصة قصة جميلة هذه قصة واقعية من الحياة الفردانية لأن الحياة الفردانية تأخذ تأخذ الإنسان بعيداً في صورة يمكنني أن أصفها من أن الإنسان يكون وفياً لنفسه فقط الفردانية تعني الوفاء للنفس وهناك الربانية الربانية تعني الوفاء لوجه الله الوفاء لإمام زماننا لن أحدثكم طويلاً عن الربانية وإنما أقرأ عليكم رواية فقط رواية واحدة إنني أقرأ من الجزء السابع من بحار الأنوار للمجلس وهذه طبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة أسابعة وثمانين بعد المئتين الحديث الثاني عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة تجلى الله عز وجل لعبده المؤمن المؤمن هو الذي بايع الحجة بن الحسن بيعة الغديرين هذا هو المؤمن بحسب ثقافة العترة الطاهرة بحسب حكاية دين الله لا بحسب حكاية دين رجل الدين وقد حكيت لكم الحكايتين قبل قليل إذا كان يوم القيامة تجلى الله عز وجل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا يقول له يا عبدي قطعا يكون ذلك عبر قسيم الجنة والنار ويكون ذلك عبر إمام زماننا فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغفر الله له لا يطلع الله على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد ثم يقول لسيئاته كوني حسنات هذا هو الذي نحتاج أن نصاحبه وأن نعيش معه لا أن نعيش الحياة الفردانية لأن شبابنا من أولادنا وبناتنا حتى وإن كانوا يعيشون معنا في بيوتنا إنهم إنهم يصنعون حياة فردانية لهم في عقولهم وقلوبهم ويصنعون حياة فردانية لهم إنهم يعيشون إن إن شبابنا من أولادنا وبناتنا الذين يعيشون معنا في بيوتنا يصنعون لهم حياة فردانية في عقولهم وقلوبهم ويصنعون لهم حياة فردانية في غرفهم الخاصة وفي أماكنهم الخاصة بهم في بيوتنا أو في خارج بيوتنا ويصنعون لهم حياة فردانية على الأجهزة الألكترونية على المواقع الألكترونية وعلى حساباتهم الشخصية وعلى حياتهم على صفحات الفيسبوك حتى وإن تظاهروا بأنهم ليسوا كذلك إنهم يعيشون حياة فردانية بسبب ما تعلموا بسبب الدراسة والمنهج التعليمي الذي بني على هذا الأساس المشكلة ليست فيهم المشكلة في الواقع الذي عاشوا فيه هناك فارق يا شباب الشيعة هناك فارق ما بين الفردانية والربانية وخذوها من مجرب ناصح لكم من مجرب صادق معكم هناك فارق كبير ما بين أن نعيش وفقا للفردانية وما بين أن نعيش وفقا للربانية رب هذا حاله وهذا شأنه هو هذا الرب الذي لابد أن نصاحبه وأن نعيش معه ولو بمستوى من المستويات رسول الله هو الذي يقول صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة تجل الله عز وجل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا وهو يستر عليه ثم يغفر الله له لا يطلع الله على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ويستر عليه يستر على عبده المؤمن ما يكره أن يقف عليه أحد ما يكره المؤمن أن يقف عليه أحد أن يقف على أعماله التي كانت منه في الدنيا ثم يقول الله لسيئاته كوني حسنات ويظهره بالحسنات فقط رب كهذا هو الذي يصاحب ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك هذا هو الذي قصدته من أن فارقا هناك ما بين الفردانية والربانية يا شباب شيعة الحجة بن الحسن الذي ينتظركم عيونه إليكم هذا الكلام حقيقة أنا لا أريد أن أثير مشاعركم أبدا هذه حقيقة عيون الحجة بن الحسن إلى شباب شيعته لأنني تعلمت من الصادق صلوات الله وسلامه عليه من إمامنا الصادق هكذا علمني هكذا تعلمت منه يخاطبني ويخاطب أمثالي أين أنتم عن الأحداث الأحداث هم الشباب لماذا يا ابن رسول الله يقول قلوب الأحداث إلى حديثنا أم يل قلوب الشباب قلوب قلوب الشباب قلوب شباب شيعتنا شيعة أهل البيت إلى حديثهم أم يل أين أنتم عن الأحداث فقلوب الأحداث إلى حديثنا أم يل وهذا هو حديثهم وهذا هو منطقهم وهذه قناتهم قناة القمر قناتهم وهذا الذي يحدثكم راوية من رواة حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفة إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخة فيطلب لنفسه دليلة وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجر وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله خلاصة القول فإن الفردانية وفاء للنفس وإن الربانية وفاء لوجه الله وجه الله هو الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إنه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ملامح البصيرة كثيرة لكنني أرى الوقت يجري سريعا ولا أريد لهذه الحلقة أن تكون طويلة وطويلة جدا ما ذكرته لكم من الملامح فيه كفاية لكنني أوجه أنظاركم إلى أمور مهمة اطلعوا على الأبحاث التي تعنون بعنوان التصميم الذكي Intelligent Design هذه الأبحاث موجودة في كتب كثيرة منها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو باللغات الأخرى بحسب اللغات التي تعرفونها وهناك كلام كثير يمكنكم أن تجدوه على الشبكة العنكبوتية في مقالات أو في دروس أو في أفلام أو في فيديوات ومحاضرات عن هذا الموضوع اطلعوا بقدر ما تستطيعون وبحسب ما يسمح به وقتكم على هذا الموضوع إنه يطلعكم على عجائب هندسة ودقة صناعة هذا الكون كي تتلمس حقائق الله في هذا الوجود اطلعوا على هذه الموضوعات بقدر ما تستطيعون واتطلعوا أيضا على الوقائع التي تعنون بهذا العنوان تجارب الاقتراب من الموت وخذوا أمثلة من أشخاص كانوا ملحدين ومن أشخاص من مختلف الديانات من البوذيين من اليهود من المسيحيين من السنة من الشيعة من كل الاتجاهات وأتمنى أن تعود إلى مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن هذا الموضوع وقارنوا بينما طرح في هذه الحلقات من ثقافة العترة وبينما يطرح على الإنترنت أو في الكتب التي ألفت بخصوص هذا الموضوع ستجدون فارقا كبيرا بين ثقافة العترة وبين ثقافة غير العترة هذه المطالب صدقوني ستكون ذات فائدة كبيرة لكم لا تنسوا التصميم الذكي وتجارب الاقتراب من الموت وأتمنى أن تعود أيضا إلى مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن هذا الموضوع وهي من ضمن حلقات هذه المجموعة متوفرة على الشبكة العنكبوتية وإذا تمكننا من ترجمتها ومن طباعة الترجمة على الفيديوات فإننا سنفعل ذلك لتسهيل الأمر على الذين منكم يجدون صعوبة في فهم العربية وهذه مشكلة أخرى مشكلة بالنسبة لنا ومشكلة بالنسبة لكم وأمر ثالث حاولوا بقدر ما تستطيعون أخاطب أولادي وبناتي على حد سواء أخاطب الجميع أخاطب الجميع من شباب شيعة الحجة بن الحسن حاولوا الاقتراب بقدر ما تستطيعون من أجواء إمام زمانكم لكن لابد من خطوة قبل هذا اطلعوا على أحاديث المتحدثين فأنا واحد منهم واطلعوا على أحاديث بقية المتحدثين كي تشخصوا الجهة التي تنتفعون منها في الاقتراب من إمام زمانكم استمعوا إلى حديث واستمعوا إلى حديث كثيرين يتحدثون عن الحجة بن الحسن وميزوا ميزوا بين المتحدثين واختاروا الذي ينفعكم حديثه أينما تجدونه كي تقتربوا من أجواء إمام زمانكم اقتربوا بقدر ما تستطيعون أنا سأعرض لكم فيديو ليافع إيراني سأعرض سعيد شنداني حدثت معه واقعة حقيقية وأنا قد تابعتها حينما كنت في إيران واطلعت على وثائقها في مسجد جمكران بشكل تفصيلي أعرض لكم هذا الفيديو وأتمنى أن تتابعوه بدقة موسيقى 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 و بعد عماد ما بچه ها درس مخوندن تا بستونا معقول و بقیه سر کار ميرفت ما یه داداش داشتیم تبا میکانیکی کار میکرد تویز روغن و بعد کنر مقاضه اشون هم یک کارواش بود من اشون تبا میکارواش کردیم دو تا پاش بالای چاله باز میشه به جوری که لگن خاصله روش فشار شدید میاد من دیدم بچه روز بروز زردتر زیفتر میشه کم 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 این دردشون بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا جایی که حالت ورم قیدا کرد منجربی بیماری میشه و بیمارش هم سخ میشه بعد ادی که سخ شد اون موقع تازه به پزش مراجعه میکنن در زاهدان تاکیلات نوروزی بود دیدم بچه زیاد بیتابه زیاد بیارامه ما بردمش بیمارستان حاطم گفتن فتخ و یک مفتومه رو یکی مفید و یونم عمل انجام دارم گفتن نه باد و فتخ نیست چه باید برید تهران ما رو پرستادن به تهران گفتن که سرطان سرطان بدخیم از نو استخان نه گفتن نو سرطان چه سرطان اینه ماده و بدخیم یعنی خودگیزا بچه رو اونجا نمونه برداری کرده یک و نیم کلو قده از پای راست بچه برداشتن با غزروفش بخاطر یک نمونه برداری کردنش مسلم هم گیره کلی هم گیره قلب هم گیره پای راستشون کتاتر از پای چپشون شده بود کسی که غزروف نداشته باشه میتونه رابره نه ولی باز مجدت این قده جاش پر میشه سرطان که بدخیم هست درد شدیدی داشت یک بار مرد مالج واقع شده بود شیمی درمانی شده بود بعد دوباره باز قده ها عود کرده بود خدا امراد جمشیدی گفت من این عمل میکنم اما گل نمیدان که بچه برا شما بمونه چون در سری توش وجود نداره چرا آخا جم خودت گفتی بیاره گفت نه الان این دکت تمام بدنشه مثل گل پیچک تمام بدنشه گرفته نهایتا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابشون کرد دکتر رفعت دکتر رفعت دکتر رفعت دیگه این تمام شده وقتش خلاصه به لحاظ درمانی بعد از ثابت شدن این که سعید چندانی تمور و مس یا همون زایه فضاگیر داخل لگن با مخاستاز های متعدد در نواهی لگن و جهت های فوقانی تا حفره شکم رو داشتند کلیش های متعددی ازشون گرفته شد و یه صحتی بود بر این که زایهات فضاگیر درگیری زیادی در ناهیه لگن ایجاد کرده تیران هم این بود که دکتر هر کار کرد نتونست مریضی من متوجه شد آخر هم که متوجه شد به ما جواب برد دار تمام نامنگاری هاشون آوردن که اتبایی که ایشونو دیدن و تأیید کردن تو مور استخانی در لگن خاصرت بوده و ایشون از راه رفتن کلن آجست شده بود فقط بغلش می کردن این ورور می بردنش با اصا هم حتی به زحمت نمی تونست رابره درد شدیدی داشت یک بار مورد معالج واقع شده بود شیمی درمانی شده بود بعد دوباره باز قده ها اوت کرده بود نهایتا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابشون کرده من دیگه از او روز به بعد دیگه تو چاله تاریک افتادم گریه کردم گفتا ای خدا دکتر هم اونه جواب کردن ما علت پیشرفته بیماری رو و علت این که به یک حدی میرسه و شرایط دیگه استطلاحاً بیمار سیستمیک میشه درگیری های متعدد دیگه رو به وجود میاره رو به لحاظ دانش پزشکی نمیدونیم بلاخره مادر اینا قصد بدا می کنن که آساید رو به به مشهد برم اونجا دخیلش بکنن آقا دکتر هم پسر من رو جواب کردن ما رو جواب کردن زود باش من بپلست مشهد مقدس بفت شما مگر شیعه سونی گفتن مگر خدا و پیغمبره فقط مار سونی هایم فقط مار شیعه هایم تو بیمارستان امام خومینی تهران که بستری بودن یکی از پرستارا یک شبی که مادرش کنار تختش خیلی گریه میکرده و محیوس بوده از درمان بچه من هم اونجا داشتم نماز بیخوندم یک بار دیدم یک خانم آمد نشست یک خانم آمد نشست سردوپا گفت جمکران با مسجد جمکران توسط یک پرستار در بیمارستان آشنا میشن بعد بلاخل از او برای پرستم مثل که متوجه میشن که بله مسجدی در اطراق قوم هست اونها مسجد جمکران که منسوب به آقا امام زمانه و همین باعث میشه که مادر امیدوار میشه و تصمیم جدی میگیره که بچه رو بیاره قوم و مسجد جمکران متوسطل بشه رفتم ری مستقیمان در طبقه بالا پیش ریست گریه میکنم جیه میکشم گریه میکنم گفتم آقا جان اگر غرس یه جمکران به من بده اگر شربت یه جمکران به من بده اگر داروی اگر پوشیده نیه اگر نوشیده نیه اگر هر چیزی هرسه به من جمکرانه بده ماشین چی کردم بچه سوال بلند کار کردن تو آمبلانس گذاشتن من پیستان جمع گرم کراسیدم ما سلام عرض کردم بی بی جانه گفتم آسلام علیکم یا اولاد پیگرمبر سلام علیکم سید جا مریض بی حال من میرم سید جا شباش میرم اومدیم جمکران و از اطلاعات پرسیدم کجا اطلاع موندیم خلاصی اطلاع گرفتیم من موند تو قول فا من اینطوری گرفتم در بزرگی که اول میریم دیگه اول میریم من دست از انداختم اینجا گفتم ای خدا شما رو بدوستی اهل اولاد جناح محمد رسول الله من رو سپید کن بچه من شباه بده ایام فاتمیه بود یکی از رفاقه من گفت که امروز میدونی امام زمان علیه السلام مهمان داره گفتم خب مهمان همه مهمان امازان گفت نه این از زهادان اومدن و اهل تصنان هستن که این از همه جاز جواب شدست دکترها جواب کردست دیگه آخرن لحظات و عمرشه پناه ها بردست براش دعا کنید گفتم کجا هستن؟ گفتن اتاق شماره هفت این بچه های جمکنان هم دو نفرشون میان اونجا توصل میگیرن خب اونا شاید خانواده اینا خیلی آشنا نبودن با آداب مسجد جمکنان بهشون میگن آقا مثلا اینجوری نماز آقا امام زمان درکت هستت تا یاکن ابود و یاکن استن این داره اینجوری نماز بخونید یه مقدار اینها رو همراهی میکنن آشنا میکنن بچه هل سه برجه هیچی نمیخوره سه برجه گفتم سه اینجا از این آقا جم مارشمال اینجا داوت کرده مارشمال خدا جم همچی جای آورده که مارشمال تو خواب ندیده بیا با باش سه تا غاشق از این آب بوشته من تو دهنج دادم بچه مثل بچه کوچگی رو خورد که فتوری خودم ادلافتان و درست کشدم نیمیتونستم را برم شکرم اومده بود بالا پر از غاقه بود یه نو بیرفته بود با همم که تج بود بچه هم اونجا خواب ندید من رفتم برا نماز اون برادرشم میره بیرم تا صبح که رفتم ساعت هفته صبح الان ما بچه رو گذاشتم حالا چطور برم نزیک خوابگاه اونجا که رفتم دیدم سایی جا اینجا واسداده دیدم مادرم اومد و خیم ناراد جد و چرا اومدی اینجا بختم اومدم بگیم گفتاده شده آورد اینجا بودشتی که گفتم نه خودم اومدم با پا خواهیم باید بشمیان سایی جان بایستادی شما هتا اقل اصلاعات و برداره فراموش از این که آقایشون مثلا چند مدر تکتا حرکت هم نمیتونست بکنه اونجا دیدم دیدم نه ایدیار و اصلا نیست شکرم هم بوده داشت همش خابیده خیلی احساس راحتی داشتم پا من که راست بوچه همینطوری یه باش باش از اتاق من رو بیدونم رفتم تا سارو ساعت هشت صبح بود ما در جلو مسجد مقام در حال جاروکشی با خادمین بودیم و یک دفع دیدم سایید فلاکس چایی در دست به طرف چایی خونه میره بود ما رفتم جلو سایید و گفتیم سایید شما اصاد چی شد؟ گفت من اصایی نداشت موسیقی موسیقی دکتر باهر رئیس بیمارستان آیتالله گلپایگانی بود اون زمان ایشان را دعوت کردن و ایشان چند دکتر را دعوت کرد آمدن پرونده ای که ایشان در طول زمان مریضیش در دستاش مشاهده کردن و بررسی کردن اون شب همین اکساش را آوردن و خود این مریض را هم آوردن به نتجه من اکسای قبلش رو و اکسای بعدش رو هم رو با هم مقایسه کردن از این هم فرستادمش باز اکس کردن دکتر خیلی تحجب کردن برای ما خیلی تحجب بود یه بیماری که در شهره هال بیماریش و پاتولوجیش زایعه ی بدخیم فضاگیر سارکوم نایعه لگن گذاره شده باشه حالا ماشالله شفاک پیدا کرده بدون ایچکونه آرزه فرز و چابک را می رفت خیلی کچیکتر این اثری از بیماری درشون نبود چیزی که مادرش می گفت و اون بود که من وقتی که به دکترها های بیمارستان امام خومنی گفتم این ها برای ما تحجب آوره که این یه مقداری از لگن این بچه خورده شده در سر طرح تانه استقان و مسانه چیتر روی این پا راه میره دانش پزشکی برای این موضوع در این مخته هیچ بونه جواب محکم پسندی نداره که این واقعی شفایافتن با چه مکانیسمی انجام کرده در واقع اولین مراجعهشون به امامه هست صلوات الله وسلم علی با اینکه اعتقادی مثل اعتقاد شیعی در مورد توجهاتشون به امامه هست صلوات الله وسلم علی نداشتن از اینجا شروع میشه وقتی که مادرش و برادرش میرن تو مسیح جم کران اون میخوابه خودش گفت در عالم رؤیا یا بین خواب و بیداری تعبیری که خودش داشت بین خواب و بیداری بودم دیدم در حجره باز شد و یا مفجر شدم بودم قرام برامتون ششاره قدوم دارم یا خانوم بودم با یا آبا و کنار بستان من نشستن اون بانو با اون جوان عرب عربی حرف بزدم اون مادر رو من اعتناعی بشن نکردم بخان شاد اون مادر آیادات یا چیز رو اون طرف دیوار کردم به تو اون رو انداد و اینجا شروع آغاز اون لطف خاصی که به ایشون میشه هست سعید میگفت من در یک حاله قرار گرفتدم حاله نور و یک حالت لطف یک جوری که احساس می کردن اون خانوم با اون جوان عربی صحبت می کردن و دو نیم ساعت عربی صحبت کردن و جوان می دادیم و حرف می دادیم و اون بر در مورد یک موضوع حرف می دادیم با هم دادیم و موضوع یادتون ایک چیز؟ اصلا یادم نیست خدا من هم احساسی بله من هم عربی صحبت می دادم در صورت که اصلا عربی بلد نیست و عجیب بوده که چند رکته در برخورده اون جوان عرب با اون بانویست مجلله بیان می کرد یکی این که عربی صحبت می کردن و در اینی که عربی صحبت می کردن من حرفشونو می فهمیم و یکی از نقاط مخصوص راجع به حضرته وقتی به یک زبان صحبت کنن به همه زبانهای دیگه افراد متوجه می شن باز ما تشرفاتی تو این زمینه داریم که معاید همین قضیه هست و این در کتب معتبر علماء ما ثبت هست موجوده و روز ظهور همینه احتیاج به مترجم نداره حضرت وقتی صحبت می کنن همه مترجم شد نکته دوامی بود که می گفت اون جوان عرب خیلی نسبت به اون بانو معدب بود کمال خضو و خشبور رو داشت این قهد معدبانه برخورد می کرد نکته سوام بود که حضرت خودشونو معرفی کردن من فاطمه زهرا هستم و چون مادرت برای دعا کرده و التماس می کنه مدت زیادی گریه می کنه من واسطه شدم و استفارشت رو به فرزندم مهدی کردن فی ختم رسانتی اولخصو لکم تجربتی فی حیات الدینیه اینها تبدأ من الحسین و تنتهی بالحسین ابعد ما فی ذاکره اقدم شیئ اتذكره من الصور الباقیه امی تستحبنی معها فی ایام محرم ایام محرم الى مجالس عزائل حسین اینها مجالس النساء كنت صغیرا جدا اقدم صورة فی ذاکرتي اقدم صوره هی هذی الاتی لازالت واضحة فی مخیلتی او انها تأخذنی الى مواقب العزائی لازلت اتذكر و هم يمثلون اطفال مسلم ابن عقیل الى الان و انا اتذكر كيف ان الذي قتلهم طاردهم من مكان الى مكان هذیه الصور وصورة ابی يحملنی على كتفه فی زیاره الشعبانیه كنت صغیرا جدا و هو يرسقنی الى ضریح سید الشهداء فی ذالک الازدحام الهائل هذی الصور و امثالها هی من اقدم الصور فی مخیلتی و ذاکرتی و الاتی اعتقد هی الاتی كونت شخصیتی فی بدایاتها لانه لم يبق من صور القديمه الى هذی الصور هی اقدم الصور فی ذاکرتی حینما كنت صغیرا صغیرا جدا احببت الحسین منذ صغیر و عرفت الحسین بحدود معرفتی و تعلمت من الحسین ان الدنيا لا قیمت لها حینما رأیت صدره بحوافر بحوافر الخیل لقد عرفت ان الدنيا لا قیمت لها و حینما رأیت العقیلت زینب لیلت لیلت الحادي عشر تضع يدیها تحت جسد الحسین من دون رأس و ترفعه الى السماء و تقول اللهم تقبل من آل محمد من آل محمد هذا القربان عرفت ان الدنيا عظيمة 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 ان يفعل بالحسین لاجل صلاحها عجیب هو الحسین علمني ان الدنيا لا قیمت لها و انا ارى حوافر الخیل تركض على صدره الشريف و علمني ان الدنيا عظيمة انها افضل مكان ان نقوم باعظم الاعمال حينما رأيت العقيلة ترفع الجسد الشريف من دون رأس تقدمه قرباناً بين يدي الله عجيب امر الحسین و حجيب امر الله سبحانه وتعالى يا حسین يا حسین ذاتك شيء حبك شيء اسمك شيء كلك شيء لكن لا كالاشياء انت حسین انت انت بتول انت علي انت محمد و محمد اجمل شيء اعظم شيء اطهر شيء تعشقه الاشياء انت انت حسين انت محمد يا احلى كل الاشياء يا ديني يا عشقي يا دنيائي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نلتقي غدا ان شاء الله تعالى حلقة يوم غد هي الحلقة الاخيرة من حلقات هذه المجموعة حلقة مهمة جدا اسألكم الدعاء جميعا في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة